واصل محتجون نهب المتاجر والشركات في جنوب إفريقيا رافضين بذلك دعوات الحكومة لوقف أعمال العنف وظهرت صور أعمال نهب واسعة وحرائق طالة المتاجر والمؤسسات في مدينة ديربن وأدت الاحتجاجات التي تلت اعتقال الرئيس السابق جاكوب زومة إلى مقتل أكثر من سبعين شخصا وألحقت أضرارا بمئات الشركات فوضى كبيرة نهب وحرق وتدمير للمراكز التجارية في مدن مختلفة في جنوب إفريقيا في أسوأ موجة أعمال عنف تشهدها البلاد منذ فترة الفصل العنصري قبل نحو ثلاثين عاما إنها كارثة الخسائر في كل مكان لم يتبقى متجر ولم يتبقى شيء هنا الحصيلة عشرات القتل والجرحى ومئات المعتقلين بعد أسبوع من الاحتجاجات التي أعقبت تسليم الرئيس السابق جاكوب زومة نفسه للمحكمة ليقضي عقوبة السجن لمدة خمسة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة حيث قام أنصاره بإغلاق الطرق الرئيسية التي تعد الشرايين الاقتصادية للبلاد مطالبين بالإفراج عن بطلهم السياسي وكالة بلومبرغ أكدت أن أكثر من 200 مركز تسوق نهبت في سويتو حيث تم تدمير أجهزة صراف الآلي واقتحمة المطاعم والمتاجر وكذلك في مدينة جوتينغ في جوهانسبورغ وكوازولو نتال مسقط رأس زومة وشهدت ديربن أكبر مدنها وأكثر مرافع الشحن الزحاما في جنوب إفريقيا عمليات اقتحام واسعة النطاق للمخازن والمتاجر الرئيس سيريل رامفوزا دعا للهدوء وأعلن نشر الجيش في المقاطعات المتضررة واعترف بأن الاحتجاجات وعمليات النهب ربما بدأت بمظالم سياسية ولكنها تحولت إلى شغب وأعمال إجرامية لن نتردد في توقيف مرتكبي هذه الأعمال ومحاكمتهم سنحرص على مواجهتهم بالقوة الكاملة لقانوننا حتى نعيد الهدوء والنظام إلى بلدنا ويتساءل مراقبون ما إذا كان سجن زومة يؤجج كل هذا الغضب أم أن وراء ذلك دوافع أخرى ولعل أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي الذي زادته قيود كورونا تعقيدا في ظل تدني الدخل الفردي وارتفاع البطالة لمستويات قياسية معنا من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا صحفي ماسكو دوبي ألبك سيد ماسكو يعني يتساءل مراقبون كما تساءل التقرير في ختامه ما إذا كان سجن زومة يؤجج كل هذا الغضب أم أن هناك دوافع أخرى ماسكو دوبي أسمي ماسكو دوبي وأنا صحفي هنا في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا بحسب ما سمعنا إليها يوجد بعض النشاطات الإجرامية التي تنفذ فنحن شاهدنا كيف وزارة الشرطة تقول أن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون هذه التظاهرات نعم أنه صحيح أن هذه التظاهرات سببها اعتقال الرئيس السابق جيكوب زومة ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون الوضع وينهبون المتاجر ويسركونها ولقد أخبرونا منذ قليل أن الاستخبارات قد اعتقلت بعض الأشخاص الذين كانوا يريدون تفجير أحد المستشفيات في دوربن بالتالي أعتقد أن الأمر صحيح أي أن هذه التظاهرات بدأت والاحتجاجات بسبب اعتقال جيكوب زومة ولكن الآن نحن لسنا متأكدون مما يحصل لأن هناك الكثير من الأخبار بشأن هذا الموضوع الرئيس سيريل أيضا دعا للهدوء وقال أن النهب رماما بدأ بمظالم سياسية ولكنها تعولت إلى أعمال إجرامية ما طبيعة المظالم السياسية وما الذي تقوم به الحكومة لتجاوزها؟ بحسب ما شاهدناه هنا في البلاد فأنا أعتقد أن الحكومة قد نشرت أكثر من 2500 جنديا لمساعدة الشرطة ولقد شاهدنا كيف أن شرطة فشلت في السيطرة على الحشود لا أفهم ماذا يحصل لأن الشرطة لن تتمكن من السيطرة على الحشود ولكن حسب ما نشهده نعرف أن الكثير من المسؤولين يدعون الآن بعض القيادين المحليين من الانضمام إلى الشرطة لمحاولات حماية المتاجر بالإضافة إلى الشركات والمناطق الصناعية والاقتصادية بالتالي هذا أمر لا نفهمه كثيرا لأنه كيف يمكن لضباط الشرطة أن يفشلوا في السيطرة على هذه التظاهرات ولكن ما تقوله الحكومة هي أنها تحاول أنها تعمل على درء مخاطر هذه الأزمة نعرف أن المقيمين بعض المناطق المسلحين اقتحموا بعض المناطق والبعض الآخر يحاولون الدفاع عن متاجرهم لأنهم منذ الليل أمس الكثير من المواطنين حاولوا قدر الإمكان حماية هذه المتاجر ولكن نحن شهدنا كثير من النهب والحرائق بالتالي نعرف أن جنود بعض المعارضة يحاولون السيطرة على الوضع ولكن مما نشهده حاليا سيستمر الوضع الحالي الشارع ينتظر إجراءات على المستوى السياسي والاقتصادي هل هناك أي بوادر لتحرك وفي أي اتجاه سيد ماسوكا؟ هل تعملون أي إجراءات أخرى؟ نعرف أن اليوم بعد الظهر أعلن مسؤولون حكوميون وجود بعض الدوافع السياسية وبعض الدوافع غير المعروفة لماذا حصل نعرف أن أحد المسؤولين السابقين وكان هو وزير ولن أتمكن من تسميته قد اتهم بأنه المسؤول عن ما يحصل يجب أن لا ننسى أنه من بين أنه شخص من مدينة كوزولو نتال وهي المدينة التي تعد مسقط رأس الرئيس جاكوب زومام إذن نعرف أنه مشارك بهذه الأعمال وهو المسؤول الأساسي عن ماذا يحصل إذن كان معنا من مدينة جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا الصحفي ماسوكا دوبي شكرا جزيلا لك